بالنادي الاهلي والكواليس وطمنت الجمهور عن انتجام قال يبجي مع النادي الاهلي وان ان شاء الله يكون خامة مبشرة ونستعد للاحتفال بأول أهدافه مع النادي الاهلي يوم الحد القادم في مباراة النجمة الساحلي فاروق صلاح مراسل قناة النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا ناخد آخر الأخبار سريعا كده قبل ما نستقبل كابتن صديق الجمال بسرعة سعد سمير يواصل جلسات العلاج الطبيعي سعد سمير طبعا زي ما حضركم عارفين رجع من ألمانيا بعد ما عمل عملية وطر أكيدس على خير ورجع وبدأ انه يخضع لي بعض التمرينات العلاج الطبيعي علشان ما يبعدش اوه نفس الوقت يحاول على الدماء ويحافظ على الجزء العضري والجزء الخاص بالتنفس اللي موجود عند لاعب كرة القدم علشان لما يرجع بالسلامة يبدأ يجري حوالين الملعب ما يفقدش جزء كبير من اليقطه البدنية ولا من المنسوب العضلي حمدي فاتحي بيبدأ المرحلة التانية من برنامجه التهيلي في ألمانيا حمدي فاتحي موجود في ألمانيا حاليا علشان يبدأ المرحلة التانية من علاجه تحت قيادة الدكتور الطبيب الألماني هيرمن ماير واللي أجراله عملية غدروف الركبة حمدي ان شاء الله او بدأ بالفعل مرحلة العلاج الطبيعي قبل ما يبدأ في تنفيذ بعض الفقرات التأهلية أثناء وجوده في ألمانيا ووفقا للبرنامج اللي يحدده الطبيب المعالج ماير واللي نصح بضرورة حصول اللاعب على راحة تم بعد خياطة غدروف الركبة وطبعا حصل تواصل ما بين الدكتور خالد محمود طبيب الفريق مع حمدي فاتحي والطبيب الألماني هيرمن ماير علشان يطمئنه على اللاعب مجلس أبو ظبي الرياضي يعلن طرح تذاكر مباراة السوفر المصري إلكترونيا أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري للكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة السوفر والإعلان عن أسعارها واللي هتقام إن شاء الله يوم 20 فبراير 2020 على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي مسؤول اتحاد القرى صرحوا قالوا إن شاء الله تبقى أول مباراة يستخدم فيها أو هيتم استخدام فيها تقنية الفار وطبعا هنشوف يعني إن شاء الله تكون مباراة تخرج على خير لكن زي ما حضراتكم عارفين إن بنسبة كبيرة حتى الآن المباراة هيتم إسندها لحكام أجانب وتقرر خلاص بصفة رسمية إنها هيتم تجربة الفار حتى لو في بعض التخوف إن حكام مصريين يطبقوها في مباراة كبيرة زي الأهل والزمالك لا هيكون حكام أجانب علشان يكون الموضوع ما فيش منه إن شاء الله أي مشاكل آخر خبر مهم جدا 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 وده يعني بيدل على النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي وانتشار النادي الأهلي داخل مصر وأفريقيا والشغل الكبير جدا اللي بينفزه مجلس الإدارة مع استدات القبضة وبالتالي وفد النادي الأهلي وشركة استدات القبضة يتفقدوا فرع النادي بالأقصر قبل افتتاحه رسميا هارا حضركم الخبر علشان نتابع معكم كل التفاصيل صغيرة وكبيرة وفد النادي الأهلي المتواجد حاليا فيها الأقصر بدأ الجولة التفقدية ظهر اليوم الخميس في فرع النادي الجديد بمدينة الأقصر في حضور وفد شركة استدات طبعا زي ما حضركم شايفين الصور دي من مدينة الأقصر حاليا ده طبعا صباحا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي وزي ما حضركم شايفين الكابتن خالد بيبو مدير أكاديميات النادي الأهلي والأستاذ محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة استدات القبضة والجولة شهدت بعض الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالبنية التحتية الملاعب وغرف الملابس للألعاب الرياضية وحداك الأطفال ومكاتب الإدارات العامة بالنادي ومنطقة خدمات واستراحة الأعضاء والمطاعم إلى جانب الاطلاع إلى جانب المالي والملف القانوني وتقديم رؤية جديدة لملف الأكاديمية وكيفية عمل كارنيه عضوية للنادي واستمارة العضوية والوقوف على المنشآت التي سيتم استكمالها وفد الأهلي ضم كل من العميد محمد مرجام المدير التنفيذي والأستاذ عماد حلمي المدير المالي والكابتن رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي والكابتن خالد بيبو مدير أكاديمية الأهلي والأستاذ كمال محسن مدير الحاسب الأهلي والأستاذ وائل محمدي مدير شؤون العاملين والأستاذ محمد الألفي مدير الخدمات والأستاذ محمد فتحي ممثل الشؤون القانونية والأستاذ محمد رمضان نائب مدير الاشتراقات ومن المقرر أن يكون العميد محمد مرجاد المدير التنفيذي للنادي برفع تقرير مفصل عن نهاية الزيارة إلى المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب لاتخاذ القرارات اللازمة قبل إعلان افتتاح فرع الأهلي بالصعيد في خطوة تاريخية هي الأولى من نوعها عقد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي جلسة مع الوفد المتواجد في الأقصر زي ما احنا شفنا حضراتكم في الصورة للتأكيد على أهمية الزيارة في وضع خارطة طريق للوصول بفرع النادي الجديد بالأقصر إلى مستوى الفروع الأخرى للأهلي وطالب المدير التنفيذي من وفد الأهلي ضرورة تسجيل كافة الملاحظات حسب تخصصه والملف المكلف به للوصول في النهاية إلى تقرير شامل عن النادي ورفعه إلى مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لدراسة الموقف كاملا وكذلك العمليات الانشائية المطلوب تنفيذها قبل تحديد أو قبل تحديد موعد حفل الافتتاح الرسمي الذي سيشهد حضور العديد من الشخصيات البارزة ومن جانبه أكد الأستاذ محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة استدات القبضة والعضو المنتدى بوجود قطة تسويقية يتم تنفيذها بالتنصيق مع مجلس إدارة الأهلي مشيرا إلى أن المرحلة الأولى منها بدأت من خلال الإعلان عن استقبال طلباته العضوية للراغبين في الاشتراك بفرع الأهلي الجديد بالأقصر بعد الاتفاق مع مجلس إدارة النادي وتم تحديد يوم السبت المقبل موعدا لبدء تلقي الطلبات بمكتب الاشتراكات المتواجد بمكتبة الأقصر العامة والمعروف أن فرع الأهلي في مدينة نصر يعتبر واحدا بين أربعة مشروعات استراتيجية كبرى تضمنها مشروع وحدة الأهلي الاقتصادية رؤية 2045 الذي تم تتشينه بشكل رسمي من خلال مذكرة التفاهم واللي وقعها الكابتن مدينة معروف أن فرع الأهلي في مدينة الأقصر عفوا مش مدينة نصر لشان أنا قلتها مدينة نصر مش عارف كبتها منين بس المعروف أن فرع الأهلي في مدينة الأقصر يعتبر واحدا من بين أربعة مشروعات استراتيجية كبرى تضمنها مشروع وحدة الأهلي الاقتصادية رؤية 2045 واللي تم تتشينه بشكل رسمي من خلال مذكرة التفاهم اللي وقعها الكابتن محمود الخطيم رئيس مجلس الإدارة مع الأستاذ محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة السادات القبضة والعضو المنتدى في مؤتمر صحفي عالمي يقيم في استاذ التتش بالجزيرة ويعد فرع الأهلي الجديد بالأقصر هو الخطوة الأولى في تفعيل مشروع وحدة الأهلي الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع شركة السادات القبضة واللي بتعد من كبريات الشركة الشركات العاملة في مجال التطوير الرياضي وتضمن مذكرة التفاهم التي وقعها السادات مع الأهلي عدة مشروعات رياضية خدمية واستثمارية تحقق العديد من الفواد الأدبية والمادية والرياضية للنادي الأهلي نروح لفوصل علشان نرجع بعدها نستقبل الكابتن صدي الجمال ونتكلم مع أكتر عن مواجهة النادي الأهلي مع النجمع الساحلي يوم الحد القادم